أهلا بكم إلى نشرة المساء من العربية قوة تركية خاصة ساندت فصائل المعارضة السورية في اقتحام مدينة عفرين قبل أن تخوض معركة خاطفة أعلنت على إثرها أنقرة السيطرة على المدينة بعد نحو ثمانية أسابيع من القتال الجيش الحر قال إن مقاتليه اقتحى مقلب مدينة عفرين من ثلاثة محاور شمالية شرقية وغربية أما قوات سوريا الديمقراطية فأعلنت استبعادها أي مواجهة مباشرة مع القوات التركية التي اقتحمت عفرين لكنها توعدت بالرد قائلة إن مسلحيها لا يزالون موجودين في عفرين التي دخلت المواجهة فيها مرحلة جديدة المعارك داخل عفرين يبدو أنها انتهت وفقا ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت الراية التركية التي رفعت وسط المدينة احتفل جنود أتراك وعناصر فصائل السورية متحالفة مع أنقرة بإطلاق الرصاص في الهواء وحدها المجموعات الكردية تتحدث عن استمرار المواجهات في بعض جيوب المدينة بينما أظهرت لقطات جوية لوكالة الأناضول دخان حرائق في أحياء مختلفة من عفرين الإدارة الكردية في المدينة أعلنت أن مقاتليها سيتحولون من المواجهة المباشرة إلى تكتيك الهجمات القصيرة أي الكر والفر عثمان شيخ عيسى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين توعد تركيا بمرحلة جديدة من حرب العصابات ولفت المسؤول الكردي إلى أن المقاتلين الكرد موجودون في عفرين لاستهداف الجيش التركي وحلفائه في الأثناء المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن المعركة ضد تنظيم داعش في شمال شرق سوريا متوقفة جراء الهجوم التركي مشيرة إلى انضمام المقاتلين إلى الصفوف الكرد في منطقة عفرين عمر حرقوس العربية على كل المزيد من المتابع معي من الصنبول الآن مدير قوى الأمن الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة لواء محمود علي لواء محمود أهلا وسهلا بك الوحدات الكردية تقول أنها انسحبت تكتيكيا ولم تقاتل في عفرين وأنها ستستعيد عن ذلك بتكتيك حرب العصابات ضد أنقرة ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني حقيقة أولا ببداية أسعد الله مساءك تحيي إلك وللإخوة المشاهدين الكرام بداية الموضوع بالنسبة للعفرين أعتقد أنه انتهى وأصبح من الباضي بقي هناك بعض الأعمال التي يتوجب على الجيش التركي المتواجد فيها إضافة للجيش الوطني السوري المساند أن يقوموا بتمشيط الأحياء ويقوموا بنزع الألغام ويقوموا بنزع العبوات اللاصقة أو العبوات المتفجرة لأن القوات وحدات الحماية الكردية قبل أن تنسحب من المدينة ومن أريافها قامت بزرع حوالي 11 ألف لغم أرضي مضاد للأفراد والدروع والآليات إضافة لذلك زرعت الكثير من المنازل التي أخلتها بالمتفجرات هذا من ناحية أما يمكن أن يكون هناك بعض الأفراد من أفراد الحماية أو بعض الأشخاص من أفراد الحماية منتشرين هنا وهناك بشكل إفرادي وهذا الموضوع لن يغيب عن أزهال القيادي التركي طيب في سؤال لواء محمود في سؤال لماذا رفع العالم التركي بهذا الشكل لماذا رفع العالم التركي بهذا الشكل على المباني المركزية في عفرين هل هذا يخدمكم بشيء كمعارضة سورية مع أنكم ترفعون شعار السيادة والاستقلال أولا الأخوة الأتراك هم شركاء لنا في معركة عفرين فالقوات التركية تقاتل جنبا إلى جنبا إلى جانب الجيش الوطني ودماؤهم اختلطت على التراب السوري هذا من ناحية الناحية الأخرى أنا أستغرب تماما ما ورد في تقريركم أن العلم التركي رفع على المباني في عفرين العلم التركي رفع إلى جانب علم الجيش الوطني وعلم السورة يعني محمود تسمح لي شوي المشهد بدل عكس يعني إلى حد ما العلم التركي كان واضح وفي مرتبة عليا العلم قوة المعارضة كان في مرتبة يعني تاني فلنكون واضحين بس في توصيف المشهد أنا شايف وإنت شايف دعني دع تماما تماما بس يعني هلأ نحن هل نعمل في العمل الهندسي أنه هذا العلم أكبر أو هذا أصغر أولا الإمكانيات المتوفرة بالنسبة لموضوع الأخوة الأتراك لديهم إمكانيات كبيرة والجيش الوطني إمكانياته محدود هم عملوا جنبا إلى جنب منذ بداية عملية غصة الزيتون حتى هذه الدقيقة طيب أما موضوع أنه هذا العلم أعلى من ذلك يعني هذا الحقيقة رأي ليس فيه الكثير من الجدية يعني طيب أنا سأعود إليك بعد قليل نستكمل هذا النقاش أرجو أن تبقى معنا لواء محمود علي من إسطنبول تفضل نشرة المساء مستمرة فيها أيضا قوات النظام تمهل فصائل المعارضة عدة ساعات لمغادرة حرست بالغوطة الشرقية المعارك على أشدها في الغوطة الشرقية لدمشق بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة وعلى وقع هذه المعارك تستمر المفاوضات التي تجريها لجنة وساطة محلية لخروج المسلحين من مدن دومة وحرستة وعربين بالإضافة إلى حي جوبر وعلى وقع المعارك تحدثت قوات النظام عن مهلة جديدة لفصائل المعارضة في حرستة للانسحاب من المدينة حتى يوم غد الاثنين مسلسل الرعب في الغوطة تعرضه قوات النظام وحلفاؤها للمدنيين الذين يمضون في رحلة الفرار بحثا عن أماكن أكثر أمنا آلاف منهم واصلوا نزوحهم هربا من الموت بعد أن سيطرت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها على بلدتي سقبة وكفربطنة في الغوطة مركز المصالح الذي تديره وزارة الدفاع الروسية ذكر أن أكثر من عشرين ألف شخص غادروا الغوطة منذ الأحد يقول المركز أيضا أن أكثر من ثمانية وستين ألف شخص غادروا المنطقة المحاصرة منذ فتح ممرات إنسانية والعلوان الناطق باسم فصيل فيلق الرحمن المعارض في الغوطة الشرقية تحدث عن مفاوضات مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة لتلقي العلاج بضمانات أممية وأشار علوان إلى أن فيلق الرحمن يعد لمفاوضات جادة تضمن سلامة المدنيين غير أنه نفى تماما أي نية للمعارضة في الخروج من الغوطة عماد الدين همام العربية أعود مجددا إلى ضيفي من إسطنبولة لواء محمود علي لواء محمود منذ عدة أيام في مقولة تقول أن الغوطة مقابل عفرين بمعنى أن تركيا ساعدت النظام بشكل أو بآخر على دخول الغوطة في مقابل مساعدة النظام وروسيا تركيا على الدخول إلى عفرين يعني هاي مقابل هاي ما رأيه؟ يعني أنا أستغرب هذا الطرح بشكل حقيقة يعني ملفت للنظر كيف تركيا ستساعد روسيا وإيران وبقايا النظام على دخول الغوطة؟ هل أهل الغوطة وفصائلها وقفوا إطلاق النار أو دخل النظام ولم يلاقي أي مقاومة؟ أشرس معارك جرت خلال الشهر ونص سابق في مناطق الغوطة في حرستة وفي سقبة وفي حمورية وفي دومة وأنت تعلم تماما أن قوات النظام والميليشيات المتحالفة مها إيرانيا بغطاء جو روسي جنوني هستيري الحمم التي نزلت على الغوطة حمم لم تشهدها دولي من الدول أو نزاع منها قام في أي دولي منذ الحرب العالمية الثانية رغم ذلك السوار تصدوا لكل هذه الهجمات ولم يستطع النظام أن يحقق شيء على الأرض يذكر صحيح أنه تقدم في حمورية وفي سقبة إلا أنه في اليوم التالي قام المدافعون عنها وردوا استعادوها وفي اليوم الذي بعده استعادها النظام إذن الموضوع كر وفر حرستة تتعرض لهجوم منذ عدة أشهر بعد أن سيطرت الوحدات على مدرسة البركبات وحاصرت الضباط هل استطاع النظام أن يدخل إدارة البركبات ويحرر ضباطه؟ بس بالصورة أكبر أنت تعرف بستراتيجيا بس في مفاوضات وفي تفاهمات بأستنى بين روسيا تركيا وإيران البعض يقول أنه دخول عفرين هو جزء من هذه التفاهمات وإلا عفرين ستشهد حروب ضروس بين الروس والنظام من جهة والمعارضة والقوات التركية هذا الكلام بوجهة نظري عاري عن الصحة أولا التفاهمات مع أستانا منذ انطلاقها لم يطبق منها شيئا أستانا ولدت ميتي لم يلتزم الأطراف الداعمة أو الضامنة لأستانا بوقف القتال في المناطق الأربعة على الإطلاق ودخلت الغوطة عن طريق الأخوة المصريين ضمن اتفاق خفض التصعيد ولكنها لم تهدأ المعارك فيها يوما واحدا على الإطلاق وأريد أن أكمل الفكرة السابقة مدرسة المركبات مطوقة من السوار من أحرار الشام وباقي الفصائل والنظام منذ ستة أشهر يحاول اقتحامها ولم يستطع لو كان الأخوة الأتراك يساندون النظام والإيرانيين وبقاء النظام السوري والروس لكانوا بالحد الأدنى أفرجوا عن الضباط المحاصرين في إدارة المركبات ولكن هناك حرب إعلابية وحرب نفسية يشونه النظام والمتحالفين معه من أجل تدمير نفسية لأهالي الغوطة وتشتيتهم وجعل شرخ كبير بينهم وجعل الريبي والشك تسيطر عليهم حتى تضعوا لواء محمود وهذا لن يحصل لواء محمود أنا سأكتفي بهذا القدر من إسطنبول لواء محمود علي مدير قوى الأمن الداخلي في الحكومة السورية المؤقتة شكرا جزيلا لك